وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نبحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نبحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نبحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نبحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تابما على سيدنا محمد للذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس معدد كل معلوم لك برحمتك يا رحمن رحيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجمعين اللهم إنا نسألوك ونتواسألو إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتنا فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل امور أغثنا yang kami hormati yang kami muliakan para Habib para Alim para Kiai dan seluruh hadirin Jamaah подjub'at rahimah Allah Alhamdulillah disyukur kawaturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tiara terhingga sehingga yang ini jump'at di masa awal 1443 hijriah atau pertepatan dengan 6 Mei 2002 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة اشتركوا في القناة 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 لا إله إلا الله شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة 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 شكرا 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 للمشاهدة تظهر كمه و يأل شيئا عن ، تعالي ، حدًا ، يا فلان بيّن فلان، بخمتخكم أو يعمل اشعر أو يعمل أشعر أشعر، 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 و tempكذ أجد، لكن أشعر ماذاا يحضر؟ أشعر بحضر، لماذا أشعر بحضر، أشعر بحضر، أشعر بحضر، أنشعر جديد، كان أشعر بحضرآ؟ ما زل قناه يحضر، Benar, aku adalah orang yang salih. Dalam hidupku, aku taat dan taqwa kepada Allah. Bahkan, aku menjaga amanat. Akan tetapi, karena satu dosa yang aku lakukan, Allah campakkan diriku di sumur ini. Apa dosa yang kamu lakukan? Dia pun menjawab, Aku mempunyai kerabat. Dalam periwayatan lain, aku mempunyai saudara perempuan yang miskin. Dan aku putuskan silaturrahim dengan mereka. Ketika aku putuskan silaturrahim dengan mereka, selesai. Aku mati dalam keadaan su'ul khatimah dan ruku dicampakkan oleh Allah di sumur barung itu. Ma'asyir al-Muslimin, rahimakumullah. Kisah ini, bisa kita ambil satu pelajaran. Bahwa siapapun orangnya, apakah dia orang yang soleh? Apakah dia orang yang amanat? Apakah di dalam kehidupannya, ahli ibadah? Ahli pat, sopoh, masjid? Ahli tahajud dan sebagainya? Tapi ketika dia memutuskan silaturrahim dengan kedua orang tuanya, dengan terabat dekatnya, dengan terabat jahunya, bahkan dengan yang lainnya, selesai. Dia bakal mati su'ul khatimah. dia bakal mati su'ul khatimah dan hidupnya tidak barakat. Ma'asyir al-Muslimin, rahimakumullah. Tapi sebaliknya, ketika orang tersebut dalam hidupnya, selalu bersilaturrahim. Hatinya bersih. Memendang orang, tidak ada kebencian sama sekali. Padahal orang itu penuh dengan kekurangan. Dia selalu silaturrahim dengan orang tuanya, terabat dekatnya, terabat jauhnya. Bahkan dia silaturrahim kepada orang-orang, dari teman-temannya yang bukan terabatnya. Ketika hidupnya selalu bersilaturrahim semacam itu, hidupnya akan baraka. Rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Umurnya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umurnya diberkahi oleh Allah. Bagaimana umurnya diberkahi oleh Allah? Ditambah. Ketika kita membuka satu tafsir al-Baghawi, maka disebutkan di dalam tafsir al-Baghawi tersebut. Disebutkan dalam tafsir al-Baghawi di sebagian bahwasannya ada seorang laki-laki diberi sisa umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala 30 tahun. Sisa umur yang panjang. Tapi dalam sisa umur 30 tahun itu, dia gunakan untuk memutus silaturrahim. Ketika umur 30 tahun dia gunakan untuk memutus silaturrahim, maka pemberian Allah itu Allah kurangi dari 30 tahun menjadi tiga hari. Sehingga umur sisa umurnya tiga hari lalu mati ma'asyur al-Muslimin. Dikurangi umurnya. tidak tidak berkah umurnya. Kenapa? Memutuskan silaturrahim. Lalu lanjutan daripada atar ini, warajulah untuk bersilaturrahim. Ketika dia gunakan tiga hari untuk bersilaturrahim. Allah tambah. Allah tambah umurnya. Bukan tiga lagi lagi dipanjangkan umurnya sampai 30 tahun. ma'asyur al-Muslimin rahimakumullah. Umurnya menjadi berkah karena digunakan untuk silaturrahim. Inilah kalau orang menggunakan umurnya untuk bersilaturrahim. Umurnya diberkah oleh Allah. Rezekinya diberkah oleh Allah. Hidup akhirnya diberkah oleh Allah. Mati husnul khatimah. Sesuai dengan apa yang dikatakan ganjang besar Nabi Muhammad dalam satu hadith bi'isnadin jayyid. Mansarahu an yamud dallahu fi umri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan oleh Allah. Dan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Lalu dihindarkan dari mati yang jelek Rasulullah mengatakan faliyyatakillah. Resep pertama bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Dan baiklah kepada Allah. Dan baiklah kepada manusia. Bersihkan hati. Jangan ada skombong. Jangan ada angku. Jangan sok pinter. Jangan dengki. Jangan sok 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 anda punya jabatan. jangan dan jangan sok waliyasir rahimahu dan sambung silaturrahim. Umur anda barakah. Rezeki anda barakah. Anda bakal mati. husnul khatim. Ma'asir muslimin. Jama'at solat jum'ah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan silaturrahim silaturrahim yang kita lakukan di bulan yang mulia ini. Di bulan sawal ini. Silaturrahim kepada keluarga kita. Orang tua kita. Rabat dekat dan jauh. Kita. Silaturrahim kepada teman-teman kita. Tetangga kita. Mudah-mudahan berakibat untuk kita semuanya. iaitu kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberkahi umur kita. Diberkahi rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sihat walafiyah ta'at kepada Allah dan nantinya kalau diundang oleh Allah diundang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ba'arak Allah lana walakum bilqur'an al-adhim wa nafa'na wa iyaakum bi-ayatihi wa zikri al-hakim wa tegabal minna wa minkum tilawatahu inna huwa sami'u al-alim Allahumma sali ala sayyidina Muhammad wa ala alim sayyidina Muhammad Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syadika la irghaman liman jahad abihi wa kafar wa asyadu anna sayyidina Muhammad an abduh wa rasuluh sayyidu al-khalaiq wal-bashar allahumma salli wa sallim ala salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mashabihi al-ghurar amma ba'at faya ibad allah usikum nafsi bittaku allah itaku allah itaku allah fقد fasil mutakun wa'alamu an allaha salli ala nabihi qadimah وlam yazal qailan alimah وقال Allah ta'ala fi kitabih al-aziz inna allaha wa malaykatahu yusallun ala nabihi ya ayyuhal ladhina amanu salluh alaihi wa sallim taslim wa wakala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fayithuma kuntum fassallu aliyyah fa inna salatakum tabluni faya ayyuhal rajuna minhu shafa'atan salluh alaihi wa sallim taslim faya ayyuhal mushtaakuna ila rؤya jemal salluhu alaihi wa sallim taslim allahum salli wa sallim alai sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khususan minhum dhil asli alariqa khalifati rasul illa sayyidina abiy bakrin suddiq wa ala zahid alawab amir al-mumin sayyidina umar bin al-kattab wa ala jami'i al-qur'an amir al-muminina sayyidina uthmana bin affan wa ala ashabillah al-galib amir al-muminina sayyidina alib bin abiy talib wa al-abneh al-sayyidin al-hasan wal-husayn wa ala ummihima sayyidina fatima al-zahra wa khatiyata al-kubra wa aisha al-humaira wa ala ammih al-mu'an dhamman inda allahi wa al-nas sayyidina hamzata wal-abbas wa ala bakiyyati sohabati rasulillahi ajma'in allahumma aslih ummat sayyidina muhammad allahumma arham ummat sayyidina muhammad allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal-muslimin allahumma ahlik man fi halakihi salahul islam wal-muslimin allahumma gfir lil-mu'minin ah wal-mu'minat wal-muslimin ah wal-muslimat al-ahyai minhum wal-amwad inna kasami'an garibun mujibu yakadiyal hajat yakadiyal muhammad rahmatika ya arham rahmin allahumma anzir al-islam wal-muslimin allahumma anzir man nasar din wahlik al-kafara wal-musirkin adaa adaa allahumma adhim rayeta al-dini al-dini l-aqtari man shura wam alim al-islam wal-imani bi-ahliya ma'am mura ma'nan wa zura allahumma adhimna fi l-am l-am لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا مكا بخير أجمعين إباد الله إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وإنهان الفحشاء والمنكر للبي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله هاتكم أشكروا له على نعمه يزدكم وأدعوه يسجب لكم والذكروا الله أكبر أكيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشب أن لا إله إلا الله أشب أن لا محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوصففكم فإن تسوى تسوكو في من تمامي الصلاة لرس rapat صفنا dipakai siwaknya بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اغضنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم للضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلا الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله هثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفاه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ستذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحياه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها شرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسحوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الشماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نشبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمي الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر